افتتح وزير الأوقاف محمد مقطار جمعه المؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية المنعقد في القاهرة تحت عنوان الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الدينية بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجد وذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي واضف وزير الأوقاف أن عدد المساجد التي تم افتتاحها سواء جديد أو إحلال وتجديد بلغ أكثر من عشرة ألاف وخمسمائة مسجد في السنوات التسعى الماضية بالإضافة إلى تحسين رواتب الآئمة وذلك في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله على تفضله بعاية هذا المؤتمر سائلاً الله عز وجل أن يوفق سيادته وأن يسدد خطاه وأن يجزيه خير الجزاء عن اهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبناً ومعناً حيث بلغ عدد المساجد التي تم افتتاحها ما بين بناء جديد أو تطوير شامل أكثر من عشرة آلاف وخمسمائة مسجد في التسع سنوات الأخيرة كما أشكر سيادته على اهتمام وتوجيه سيادته بالعمل المستمر على تحسين أحوال الأئمة مادياً ومعنوياً وإقرامه لأهل القرآن ترجمة نانسي قنقر